اهلا بكم يا شباب معكم بيتر شكري والدرس بتاعنا النهاردة بناء على طلب احدى متابعات القناة وهي لورا هي طلبت مني ان انا اجيب صورة عادية جدا ونبتدي ان احنا نتحرك جوه الصورة دي وكأن فيه شخص بيمشي داخل الصورة دي مش هنجيب فيديو مش هنجيب فايلات فيكتور ولكن صورة عادية جدا ونبتدي ان احنا نتحرك جوها زي ما احنا شايفين كده على الشاشة قدامنا فتعالوا نشوف التطبيق ده ازاي هنعملوا بالافتراج دي لو عايزين نعمل نفس التطبيق اللي احنا شفناه في الفيديو كده يا شباب كل اللي احنا هنعملوا ان احنا هننزل الاداة اسمها فوليو ماكس الاداة دي موجودة على موقع انفاتو ماركت هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن لو حابين ان احنا نشتريها ونستخدمها طبعا الموضوع هيكون سهل علينا جدا جدا. وكمان انا كنت شارح درس شبيه للدرس ده هسيب لكم اللينك بتاعه في الاي اللي هتزهر دلوقتي فوق. خليني نبتدي على طول كده يا شباب. كل اللي انا هعمله ان انا بعد ما نزلت الاداة دي ان انا هفتح الاداة دي على طول على الافتر افكت. فهاجي كده هفتح حاجة اسمها فوليو ماكس بروجيكتور. خلاص طبعا الفين وعشرين او الفين وعشرين حسب الفرجن بتاعنا بتاع الافتر افكت. بعد ما فتحت الادا دي زهر لي المنظر بتاعي بالشكل ده. وهنا كده هلاقي في حاجة اسمها فوتو وهلاقي في حاجة اسمها السيطات. اللي اتنين دول مهمين جدا 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 جدا. وهم دول اللي احنا هنعمل عليهم الشغل بتاعنا. لو انا دست على الفوتو كده يا شباب هجيب الصورة اللي انا محتاج ان انا اتحرك جواها وهبتدي ان انا ادوس اتنين في الجزء ده كده وهبتدي احط الصورة بتاعتي زي ما انا عايز. فانا عايز اتحرك جوا الصورة دي مسلا. هبتدي ادوس على وهحط الصورة دي على وهبتدي اسحابها وكبرها على قد الكمبوزيشن بتاعي او على قد الشاشة بتاعتي لو سحبتها كده وابتديت ان انا اكبرها بالشكل ده خلاص وهبتدي ان انا يعني ارفعها الفوق كده علشان الشارع بتاعي يكون باين. وهبتدي اعمل بتاعتي انها تكون وهبتدي اعمل هنا بتاعي يكون وهرجع كده طبعا الكلام ده علشان اه يعني اشوف الصورة بشكل كويس. بعد كده هرجع على هنا كده هلاقي الصورة ظهرت عندي بالشكل ده. بعد كده هدخل على الخطوة دي مهمة جدا جدا. هي دي بقى اللي بتحدد لي المصار اللي انا همشي عليه يا شباب. فدي خطوة مهمة جدا جدا. كل ما انا هعمله ان انا همسك المربع بتاعي ده كده وهبتدي اسحابه على مقاس الشارع بتاعي بالشكل ده. وهبتدي مسلا اهنزله كده او الفه شوية. والفه بالمنزر ده كده كمان شوية. ناخد بنا واحنا شغالين طبعا. وابتدي الفه كمان سنة. علشان ده اللي هيبقى فيه الارضية. وده هيبقى على الجزء ده واللي هيبقى على الجزء ده. فخلينا نلفه سنة بسيطة كده. اوكي وهبتدي اجي على الارضية اللي من تحت دي كده وهبتدي ان انا اسحبها على قد الارض. بالشكل ده. وهبتدي اسحبها كده. طبعا دي الارض بتاعتي انا كده برسم المسار بتاعي اللي هبتدي ان انا امشي عليه. وهبتدي برضو ان انا اعمل كده هكبر دي. بالشكل ده. وهبتدي ان انا ارفع دي فوق. علشان هو ده الجزء الشمال. طبعا الارضية لازم تكون متغطية كلها هنا كده علشان ما تحصلش مشكلة معايا. فانا هغطي الارضية بالشكل ده. يعني لازم الاتنين يكونوا متغطين جنب بعد عشان ما تظهرش هنا كده حاجة سودة او اي مشاكل عندي. فهبتدي ان انا اسحب دي برضو كده على الجزء اليمين. وهبتدي اسحب دي على الجزء الفوق. طبعا لو مش عايز الجزء الفوق ما فيش ايه مشكلة. خلاص? وممكن ان انا الف دي شوية كمان او اتحرك يعني ممكن الفها كده شوية او اتحرك جوة زي ما انا عايز. لو لفتها طبعا ايه ناخد بالنا بس عشان الحركة بتاعتي بتكون يعني ايه? اللي انا لاحظته دلوقتي يا شباب انه الارض هنا يعني طبع الفوق شوية. فانا ممكن انزل دي الجزء ده كده لتحت شوية. عشان يبقى ادي الارض. او على مقاس الارض بالشكل ده. وهبتدي اسحب الجزء الفوق. طبعا ممكن ان انا اجي على دي كمان. واسحبها كده الفوق شوية. بحيس انها تملى عندي الفراغات كلها بالشكل ده. طبعا لازم اكون مالي الفراغات كلها بالشكل ده يا شباب. طب. طيب انا كده رسمت المصار اللي هبتدي ان انا اتحرك من خلاله. كده اعتبر ان انا خلصت الشغل بتاعي. والموضوع بعد كده بسيط جدا. هاجي افتح كده هلاقي ان صورة بتاعتي ظهرت بالشكل ده. وهلاقي هنا كده. هي دي بقى اللي هبتدي اتحكم فيها. لو جيت دوست هنا كده هبتدي ادوس على الاس علشان يفتح لي وهلاحز هنا انه حاطتلي فانا هبتدي اتحرك بقى بالسكل. فانا يعني هاخد مسلا كده لمدة ثمن ثواني او تسعة ثواني. نعمل حركة بسيطة كده. تسعة ثواني مسلا هنا. وهدوس ان علشان اني هي هنا. وهبتدي بقى ادخل زوم. ادخل زوم ازاي? عن طريق الاداة اللي موجودة قدامي على الشاشة او المربع الموجود قدامي على الشاشة ده. لو دست عليه بالمنزر ده وابتديت ان انا اعمل كده انا بعمل زوم اوت. ولو ابتديت اعمل كده بعمل زوم يعني انا كده كاني ماشي في الشارع ده. لو لاحزنا هنا نلاقي فيه شريط لون اسود هنا يا شباب. ده لانه اللي انا عملته مش مقفول على بعضه. تمام? فيه شريط اسود هنا كده. وفيه شريط اسود موجود هنا. لو انا دخلت على لازم اقفل الاتنين دول على بعض. يعني لازم اعرض الطريق كده. واسحبه. طريق ده كده لازم اقفله على بعضه كده علشان ما يزهرش معايا الشريط الاسود. وارجع تاني هنا كده. بلاقي انه الخط ده اختفى والخط ده اختفت. انا كده عملت حركة الزوم بتاعتي او كأن في حد ماشي جوه المشهد. كأنه بتحرك على الشارع. طبعا هنا هبتدي اعمل دي علشان الاحز. وهبتدي اعمل كده. كده انا كأني بمشي جوه الشارع. شايفين? عمل لي ماشهد سري دي جوه الفوتو. طبعا دي صورة عادية جدا بالبيكسل مش ولا اي حاجة دي صورة عادية جدا. برضو هحطها لكم في الديسكريبشن علشان لو حابين نطبق عليها الشغل بتاعنا. وآآ بعد كده الخطوة اللي جاية بقى مهمة جدا. انا دلوقتي عملت الحركة بس تحسوا الحركة معمولة زوم عادي. يعني انا مش كأن في حد ماشي في الشارع. لا دي معمولة زوم عادي جدا. طيب لو انا عايز اعمل بقى حركة الرجلين. يعني كان فيه شخص آآ ماشي في الشارع. بعمل ايه? بدوس على علشان يفتح لي وهبتدي ادوس هنا كده على في في خلاص وهدوس مرة تاني. هيفتح لي بتاعي فهبتدي اكتب اسمه الويجل ده اللي هيعمل لهزة بتاعة الجسم كأن في حد ماشي في الشارع. فهبتدي ادوس على خلاص وهفتح قوس يا شباب. وهبتدي اكتب الرقم مسلا تلاتة وهبتدي اعمل كمى واكتب خمسة. طبعا التلاتة دي السرعة والخمسة دي الحركة اللي هي الهزة بتاعة المشهد. تمام? وهبتدي ادوس في حتة فاضية وبعد كده هبتدي ان انا ارندر. فانا هدوس كده على الرندر. وخلينا نشوف النتيجة النهائية. دي النتيجة النهائية يا شباب اللي زهرت معي لو حسيت ان الهزة محتاجة تزيد شوية فانا ممكن اجي على الرقم ده كده اللي هو الرقم خمسة. وابتدي ازوده شوية مسلا اخليه مسلا تمانية. وابتدي ادوس في حتة فاضية مرة تاني وارندر مرة كمان. ده بعد ما زبطنا السرعة بتاعتنا يا شباب بيظهر بالمنظر ده وكأن فعلا في حد ماشي في الشارع والمنظر قدامي كأنه سريدي يعني انا كأن في عملي عمق فعلا في الشارع وكأن في حد بيتحرك جواه الشارع. بس الادادي مش بس بتعمل كده انا كمان ممكن اضيف اضاءات وممكن اضيف يعني اه حاجات زي غبار كده وحاجات زي كده. لو حابب ان انا اضيف اضاءات او الوان في الاضاءة بقدر ان انا ادوس هنا كده. وبتدي ادوس على وهبتدي ان انا اتحكم بقى في ده كده بحيس ان هو يضيف لي اضاءات في الشارع بالشكل ده علشان الكاميرا وهي بتتحرك الاضاءة دي هتتحرك معايا وهتديني واقعية اكتر في المشهد بتاعي. لو حبيت ان انا اضيف كمان آآ حاجات زي الغبار وكده. ممكن ادوس على العلامة دي. وابتدي اجي على هنا كده وازود شايفين هيبتدي يزود لي حاجات زي الغبار وطبعا الغبار ده ممكن انا خليه يتحرك كمان عن طريق ان انا ممكن احط له كده اه كيفريم وابتدي ان انا احركه علشان كمان يدي وقعية اكتر للمشهد بتاعي. طيب انا دلوقتي خلصي الشغل بتاعه محتاج ان انا اعمل او اخرج الفيديو ده كوان كليب بره بقى يا شباب. الموضوع برضو بسيط جدا. هبتدي ادخل على اللي موجودة فوق كده بلاقي في حاجة اسمها هنا. لو دست عليها اتنين كليك كده بيديني كل انواع بتاعتي بقى. يعني هنا بيقول اللي انت يعيز تخرج هى عشرة تمانين ولا عايز تخرجه الانستجرام ولا عايز تخرجه ولا يعني زي ما انت عايز بقى تختار اللي انت عايزه وتبتدي تخرج على طول. لو انا مثلا زبطت هنا على عشرة تمانين. بدوس اتنين كليك كده وخلاص الموضوع انتهى هيا كده زبط ل بتاعي كل اللي انا هعمله هدوس على وهبتدي اعمل complaining كيو. وهبتدي اعمل وكده الموضوع هيتسايف عندي كوان كليب والموضوع انتهى بالنسبة. فده كانت درس بتاعنا يا شباب النهاردة درس بسيط وسهل لي مش محتاج منك لما جود ولا وقت خالص. باتمنى الدرس يكون عجبكم لو عجبكم ندوس لايك على الفيديو ونشار الفيديو في وسائل التواصل الاجتماعي. واتمنى كمان يا شباب اللي مش مشترك في القناة يشترك ويفعل زورات جرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة. شكرا لكم اشوفكم في درس جديد من دروس ادوبي افتر افكت سي سي.